السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ واكل الدايت ما تنسيش تشتركي بقناتي وادفع علي اول جرس عشان يوصلك كل اشعار بفيديو جديد النهاردة هقدم معاكم بسكوت الديجستف ناس كتير طربيته مني هعمله لكم ان شاء الله هيعجبكم جدا مقدير مزبوطة وهيطلع مقرمش معاكم واحلى طعم وهيعجب ولادكم ممكن تدهولهم كمان في اللانشوكس تعالوا مع بعض نشوف طريقة بقى والمكونات انا استخدمت كوب ونص من الدقيق الامح الكامل اللي هو دقيق الاصمر ممكن تعملوا خليط ما بين الدقيق الاصمر مع الشوفين او ممكن تخلوا الكوب ونص كلهم شوفين كوب ونص يعني مية وخمسين جرام ضفت عليهم معلقة كبيرة من وباودر وفانيليا وممكن نستبدل الفانيليا بقرفة وما ننساش نجيف كمان زرة من الملح رشة بسيطة كده مهمة وهجيف كمان معلقتين كبار من اللبن البودرة وممكن ان احنا نستغنى عنهم اه هم كمان بيحلوا الطعم قوي على فكرة لو مش حابين تجفوهم بلاش هنقلب المكونات الجفة مع بعضها بالشكل ده من المعلقة عادي من الشرط يعني في الكبة وبعد كده هبتدي بقى اضيف بقية المكونات معي هنا نصف فنجان من زيت جوز الهند نصف فنجان من زيت جوز الهند يعني خمسين جرام استخدمت النوع ده هبتدي ان انا اه اقلب الزيت مع المكونات الجفة كويس اهم حاجة بس ايه ان اني اخلي الزيت يمتازج تماما مع المكونات الجفة ممكن نستبدل الزيت بمية جرام اه من الزبدة دلوقتي هضيف كمان نصف فنجان من دبس الطمر وربع كوب من الحليب هعجن كل المكونات مع بعض واقول لكم التركات في التسوية اللي هتخلي البسكوت يطلع معي كم ارمش من اول ما بنفرد البسكوت لحد لما بنسويه ده قوام العجينة بيبقى بالشكل ده ما نعجنش فيه كتير عشان ما يعمليش عرق اه وتبقى البسكوتة هشة يعني مجرد ما يتكون معي عجينة خلاص اه ابطل عجن فيها هفرد بقى على ورق زبدة بس اهم حاجة نفرد العجينة رفيع جدا عشان تقرمش معي بسهولة وعشان ما تاخدش وقت كتير في الفرن ولون هيغمق فلو اه يعني اهم حاجة انتم ترققوا العجينة قبل التقطيع وكمان تراعوا ان هي يكون كلها سمك واحد ما يبقاش في بسكوتة رقيقة وبسكوتة تخينة يبقى كل بسمك واحد بالقطعة ويعني بتزي نقطع كده وعندي مصطرة الحروف كونت كلمة دايجيستف عشان يبقى شبه الجاهز وضغطت على العجينة كده وكتبت الاسم وكمان هعمل في الخروم حوالين الكلمة بالشكل ده وممكن بشوكة انا هسوي في الصواني التفال مش هدينها ولا هحط فيها ورق زبدة مش هتلزق هكمل بقنا بقيت الكمية كلها وهوريكو طلعت كام قطعة من البسكوت بصوا انا مرققة البسكوتة ازاي ما دهنتش الصوانية لانها تفال وحتى لو هتسوي في الالومنيوم ما تدهنيش ومش هيلزق برضو اه دي كده اول صانية شكلتها ما شاء الله شايفين شكله عامل ازاي هكمل بقى انا البقية مع نفسي طلعوا كمان صانيتين اهو وكمان كان في عاجينة تانية عملت حوالي اربع بسكوتات اه انا صويته بقى التسوية على مية وتمانين درجة خدت التساعة بعد لما يعني تلاقوه خد لون من تحت اه بتقفله الفرن بتطفوه وتسيبوه البسكوت فيه خمس دقايق وهو مطفي والبسكوت جوه علشان يتحمص ويقرمش فالتركة دي مهمة جدا علشان البسكوت يقرمش معاكي آآ لازم تعملي كده يعني بعد ما تطفي بعد التلت ساعة على ما تلاقيه يستوى وبياخد تلت ساعة تقريبا بعد ما تلاقيه يستوى وخد لون من اسفل بتقفلي الفرن وتطفيه وتسيب البسكوت جوه ما تطلعهوش غير بعد خمس دقايق هيطلع معاكي محمص ومقرمش وجميل آآ الكمية طلعت آآ تقريبا تلاتين قطعة بسكوت آآ زي ما انتم شايفين اللون آآ اللون حلو جدا واخد لون حلو ومقرمش وهش كمان من آآ من الداخل طعمه هيجب لولاد جدا آآ طبعا زي ما قلتلكم ممكن آآ تدهولهم وهم رايحين المدرسة في اللونش بوكس حاجة صحية ومغزية ممكن كمان آآ تاخدوه انتم رايحين الشغل آآ يعني باسناك كمان بين الوجبات ممكن تفطروا ببسكوتين مع فنجان القهوة مش بيع جدا بصوا من الداخل رؤية قوي هش زي وكمان ما قرمش والطعم بقى مش قادرة اقول لكم قد ايه كان جميل انا طبعا استخدمت الدقيق الاصمر آآ منقا على طلبكم انتم لو عاوزين آآ تعملوا بالشوفان او خليط ما بين الدقيق الاصمر والشوفان استخدموا نفس المقدير وان شاء الله يطلع معاكم جميل انا كنت عملت قبل كده آآ باسكوت الديجستف آآ بالبندق وقلت لكم هو ممكن تستبدله البندق بديق اللوز هحط لكم لنك آآ الباسكوتات كلها في صندوق الوصف دي المقدير هي اه يعني انا عايزاك بس ايه تاخدوها زي ما قلت لكم اللبن البودرة المعلقتين اختياري ممكن ما اضيفوهاش فانا كنت مجمعة كل انواع الباسكوت والكوكيز الصحي في قائمة تشغيل واحدة هحطها لكم في صندوق الوصف وشوفوا في اخر الفيديو هيكترح لكم فيديوهات كنت عاملها برضو للباسكوتات ان شاء الله لما اتجربوها اتعجبكم باسكوت البرتقال بقى وباسكوت بالشوكولاتة وباسكوت الديجستف اللي بالمكسرات آآ اتمنى الفيديو واعجبكم متنسوش اللايك والشير ومع السلام